السلام عليكم كديري اللباز كنت منها كامل تكونوا على خير وبخير وبصحة جيدة ان شاء الله بغيت نرحب بالناس جدد مرحبا بكم في قناتكم حاني بلوغ جيت اليومان سيدي يوسف الزروالي فاعل جمعوي قلت نعرفكم بعدها على هاد السيد هاد السيد فاعل جمعوي يعني اي حاجة فيها الخير كي يجري فيها كي تيقو فيه الناس بزاف عنده متتبعين من من المغرب كامل وخارج المغرب يعني هاد السيد شاهدتي في حقه قليلة لا يعمرها دار كي يعوون الناس كي حسن بالناس فيما كانت شي مرة ما فحالتهاش كي مشي عندها فيما معاقين عاونهم يعني ديما كي يجري في الخير وكي يبلي اي حاجة كي يديرها ش حمن واحدة شلالي هاد دار ش حمن واحد دخله من زنقاء كان متشريد دا حسن به وشي حويج دارهم بشهادة الجميع يعني كل شي كي يشهد الهاد السيد هذا يشهد لها بالروح الوطنية ويموت على بلاده ودائما هزرائد المغربين ممشى داخل ارض الوطن او خارج ارض الوطن عنده بزاف ديال الناس كي هجموه دائما ويبغيو دياله ما هو صحيح يعني ديما كيمشي تايق في راسه ديما يخرج كي يجاوب على اي اتهامات كتتوجي له ديما كي برأ راسه ديما كي جيبنا اديلنا بانه شي حد الاموال كي توصل بها من عند المحسينين كيعطيوها الاصحاب اللي كانوا معمين بالامر فاليوم يا اخوتي وصلني واحد الخابر بانه صدفات الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدل البيضاء انها استدعاته وحقت معاه المدة ديال الربعة تسويعت الشي البارح من 12 ديال صباحة للربعة ديال الاشياء والد واحد طفلة معاقة تهم بالنصب والمتاجرة بالحالة ديال بنته وبان جوج ديال الجرائد نشروا هاد الخابر هاد الجريدة لك فيما كتشوفوا بانها يوسف الزروالي في الظيافة الفرقة الوطنية بتهمة تتعلق بالنصب والمتاجرة بحالة اجتماعية وبانها احتها الجريدة قتلك يوسف الزروالي في الظيافة الفرقة الوطنية بتهمة تتعلق بالنصب والمتاجرة بحالة ابنته المعاقة فهذا هو الخبر ديال اليوم بقي ما تمش تأكيد ديالو تم تحقيق معاه ولكن واش خرج ولا ما خرج ولا واشته ما تبتع عليه ولا ما تبتعش عليه كانت منه في هاد الايام هاده غادي بنا صحة الخبر وكانت منه ما يكونش هاد شي بالصح لانه انسان ما يستاهلش وان شاء الله يكون غير كل خير ومهم هاد الخبر بغي الضروري نشاركه معاكم وطلعوا فرصكم وفيديو جديد ان شاء الله فيديو جديد ان شاء الله غنشوف اخر الاخبار اللي غا توصلني رغادي نعود نبارتاجيها معاكم السلام عليكم ورحمة الله سعر وبركاته